مصطفى مدبولي بيرفع شعار لطيف او يا جماعة بلغوا عن بعض والله زي ما بقول لحضرتك كده بلغوا عن بعض ففي هذا انقاذ للوطن وانقاذ لنفسك من الظلمة لان انت لما تدلغ عن جارك اللي سارئ الكهرباء فانت كده بتحافظ على الكهرباء فمعنى كده ان هم هيقبضوا عليه ويحرموا من التموين وهيوفروا لنفسهم فلوس وهيقطعوا عليك الكهرباء برضو اوعى تتخيل ان انت لما تعمل كده مش يعني هيقطعوا عليك الكهرباء هم بس يعني بيحاولوا يتحقوا عليك الايام اللي فاتت ان الكهرباء مش هتقطع تاني وهنرجع الحمد لله كويسين لكن الكهرباء رايحة يعني لانقطاع قريب لانه هم بيستخدموا او بيتخدوا نفس الاجراءات ايه الحكاية؟ رئيس الوزراء يدعو المواطنين للابلاغ 20% من كهرباء مصر يتم سرقتها قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ان سرقة الطيار الكهربائي مشيرة الى ان هناك ملايين الحالات سنويا ما يؤدي الى اهدار القدرات الكهربائي لفت الى انه يتم اهدار 20% من الطاقة الكهربائية بسبب اساليب السرقة المتبعة من قبل عدد كبير من المواطنين داعيا المواطنين للابلاغ عن سرقة الكهرباء وقال رئيس الوزراء لو نصف حالات سرقة الكهرباء مش موجودة لن نواجه اي ازمات ولن نحتاج تدبير موارد اضافية لتوفير الكهرباء سنة 2022 حد فيكو سمع عن سرقة الكهرباء لا سنة 2023 حد فيكو سمع عن ان مشكلة انقطاع الكهرباء هي سرقة الكهرباء برضو لا سنة 2024 لما بدأوا يقطعوا الكهرباء في بداية الصيف وقعد يقول لك لا نص سبعة لا اخر سبعة حد فيكو سمع عن سرقة الكهرباء برضو لا وما لقي اللي حاصل الجماعة ليه فاقوا فجأة علينا كده وقال لك سرقة الكهرباء 20% الحرمية بلغ عن جارك بلغ عن اخوك بلغ عن اللي بيسرق ليه لانه دي الشماعة الاسهل ما هو صعب يقول لك انت بتستهلك الكهرباء كتير حرقنا له الكارت دا وقلنا له طبما انت عامل محطات خاصة للعاصمة الادارية والعالمين والكهرباء بتقطعش هناك وانتوا قاعدين في مقرات الوزراء هناك وفي الشواطئ وفي الاماكن السحلية والأسور بتاعكو وقاطعين الكهرباء عن الناس بعدين طلع قال لك لا احنا محتاجين فلوس محتاجين 300 مليون في الشهر محتاجين مليار دولار في الشهر ولا في السنة فطلعناه برضو كذاب وقلنا له ده خلك فلوس من راس الحكمة وده خلك فلوس من صندوق النقد ومن الاتحاد الاوروبي ومن كل الناس الحلوة دي 60 مليار تقدر تعمل بيهم الكلام ده وانت ما بتعملش بعدين طلع قال لك طب يا جماعة اصله تصدير الغاز اصله مشاكل الغاز اصله حصل فيه التغير المناخي اصله الانتاج قل فبرضو طلعناه كذاب وطلعناه مجرم لانه هو اللي وصل الانتاج انه يقلب اجراءاته الغلط ووصلنا في الاخر انه 18% او تقريبا 20% من الاستهلاك المحل المصري للغاز والكاربة والكلام ده بنجيبه من اسرائيل من حق لاي تمار ولي بثان فالك ما بتدهاش بقى احنا لازم نحول كل الجهود من قصة الغاز ومن قصة التصدير ومن قصة الحرب الروسية والحاجات الكتيرة اللي قلناها دي لازم نطلع المواطن هو السبب لازم نقول للناس انتوا اللي بتسرقوا الكهربا انتوا المشكلة بص نصف حالات سرقة الكهربا لو مش موجودة مصر مش هتواجه اي ازمة ويه كمان ومش هنحتاج كمان فلوس عشان نوفر كهربا هنبقى حلوين جدا ليه لان انتوا اللي بتسرقوا الكهربا فانتوا السبب فقطع الكهربا فهنا بيعمل ايه هنا بيخلي الناس تاكل بعض الحكومة دي ايمة من 2013 على فكرة دايما تأسيم المجتمع دايما تأسيم الناس لاطراف اخوان وغير اخوان مش عارف لبراليين واسلاميين سيساوية ومش سيساوية لازم يفضل دايما مقسم الناس على حاجة لازم يفضل دايما عامل قضية تفرق المجتمع ده ما انفعش المجتمع ده يتلم مع بعض عشان كده هم بيخافوا من اي حد بيتكلم في خطاب يجمع بين ناس سواء اعلامي او سياسي او اي حاجة احمد طنطوي لما كان بيتكلم عن الامل الامل شعار جامع لكل الاطياف خافوا منه فحبسوه لما بنتكلم هنا في اخر كلام بخطاب وطني بخطاب بيتحدث عن المؤسسات بشكل يعني فيه احترام وفيه اجلال للمؤسسات دي ومحاولة الحفاظ عليها لكن بينتقد اشخاص وسياسات وقيادات اه الخطاب ده مزعج وخطر بالنسبة لهم فلازم يهاجموا اسامة ويوقعوا منصاته ويهاجموا مكملين ويهاجموا اخر كلام ليه؟ لان هو مش عايز ده هو عايز دايما الهيستيريا تكون هي الحاكم عايز دايما الناس تقع في بعض عايز دايما الناس تشتم بعض عايز دايما الناس تروح للاكستريم تكون متطرفة في اراءها في حكمها على الناس في انتقاداتها في اتخاذ مواقفها مش عايز اصوات عاقلة في البلد ليه؟ عشان يفضل دايما هو بيلعب على الانقسام المجتمع ده اللي بيحصل في ازمة الكهرباء دلوقتي هي محاولة لتحويل ازمة كبيرة جدا الناس كلها شايفة ان هو السبب فيها سيئ الذكر انه يخلي الناس تنقسم وتمسك في بعض بسببها ازاي؟ الكهرباء اطعى في المكان الفلاني والمكان التاني ده الكهرباء مش اطعى فيه كويس؟ فآه يبقى اللي هناك دول سرقوا الكهرباء واللي دول ما سرقوش الكهرباء جارك مثلا عامل حاجة في موضوع الكهرباء بشكله او باخر متأخر عن فطورة او مش متأخر جارك مثلا عياله بيخبطه فوق على السقف بتاعك كتير فانت متدق منه قالوه مباحث الكهرباء ايوه شقة سبعة في شارع عباس العقاد عمارة اتناشر ايه يا باشا اللي حاصل الاستاذ اللي جان بيسرق الكهرباء يلا يا عمي كلبوش خدو كلبشوه يعني بيه مسترق الكهرباء بقى روح بقى لحد ما يبان لك صح فييجي ابن الراجل ده اللي ساكن في الحتة الفلانية يعرف ان الجار ده عمل كده فبوه فيقوم عامل فيه نفس الحركة فتبدأ الناس تشتغل في بلاغات كاذبة كلها تعال ايوه مباحث الكهرباء الراجل ده واحنا اصلا في دولة لا بيحكمها قانون ولا بيحكمها دستور هي ماشية كده جدعانة فيحصل ايه يبدأ الناس يمسكوا ببعض يبدأ الناس ينقسموا يبدأ الناس نرجع تاني ليه فرق بسبب ايه بسبب الكهرباء انت سارق كهرباء وانت مسارق انا بلغت عنك فانا هبلغ عنك والنظام فوق واقف مبسوط جدا وهيقطعها في الاخر عليك وعليك طيب لكن مش دي قصة يعني ده كان جزء مهم اوي لازم اقوله لكن مش دي قصة النظام بيلعب لعبة تانية خالص هيشيلها لك انت وهيقولك الكهرباء وسرقة الكهرباء وعمل حملة قومية اعلامية سياسية دولية دبلوماسية عشان سرقة الكهرباء بس الزمل الفرية الاعداد كده محضرين لك يعني كريزة في الاخر كده اهداء لمجموعة الافقين اللي ممشيين البلد وعلى رأسهم سيئ الذكر رئيس الوزراء بيقولك لو نص حالات سرقة الكهرباء مش موجودة فمش هيكون عندنا اي مشاكل وانهم حرروا نص مليون محضر سرقة كهرباء تقريبا بعدها موقع مصراوي نقل عن وزير الكهرباء انه تحرير نحو ستمائة وتلاتين الف محضر سرق الطيار من بداية الشهر الماضي ما شاء الله ربنا زيدوا يبارك يا جماعة يعني بيترفعوا بسرعة اوه فعملوا محاضر كبيرة جدا ضد الناس اللي بتسرق الكهرباء طيب هل ده كفاية؟ لا احنا امام حملة قومية محتاجة ايه؟ محتاجة رجال دين اللي هم مش رجال دين هم رجال سلطة هم احذية في قدم السلطة يعني رتبة احمد موسى حذاء كل الانظمة فامم طلعين امين الفتوى بدار الافتاء المصري تعالوا نشوف قال ايه الرجل العجيب ده امين الفتوى لا توبة لسارق الكهرباء الا برد الاموال حتى لو متوفي اكد الشيخ ابراهيم عبد السلام امين الفتوى بدار الافتاء المصري ان توصيل الاجهزة الكهربائية خارج العداد او سارقة الطيار يعد حراما شرعا موضحا ان مثل هذه الافعال تعتبر خيانة للامانة وتعد من الكبائر التي تخالف تعاليم الدين الاسلامي وفيما يتعلق بحالة الشخص الذي توفي وقد ارتكب هذه المخالفات اوضح فضيلة الشيخ انه يجب على الورثة سداد الديون المتعلقة بذلك وانه اذا لم يكن لديهم ما يسددون به الدين فان الدعاء هو السبيل للتخفيف عن الموت طيب الزمل كده فكروني بالآية اللي هي ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لم يشاء صح؟ مش دي الآية في القرآن معلش يعني اتمنى اكون قلت الآية صح يعني انا بحبش يعني استخدم ايات القرآن لما يكون يعني حافظها كويس لكن هو عم الشيخ هو سعدتك مين يعني هو السر احرام اه حرام السر احرام انا معاك بس المفروض اللي ميت وعليه ديون يسددها وإلا مش اه لا لازم وكلنا تربينا على ده بس ما عليش هو سعدتك مين عشان تقول انه مالوش توبة بأمرت ايه مالوش توبة الا لو رد الكلام ده يعني مش عارب يعني احنا كنا دايما بيعلمونا واحنا في ابتداء زمان عشان يعلمونا قصة كده بتاعت التقريب في الحساب وبرده منها يعني معنى بتاعت توبة الرجل اللي قتل تسعة وتسعين نفس وبعدين راح لشيخ قال له يا شيخ انا قتلت تسعة وتسعين نفس يعني لي يا توبة قال له مالكش توبة كان زي العم عبدالسلام ده اه توبة ايه انت قتلت تسعة وتسعين فاهم يكملهم مية ام قتلو خلهم مية وبعدين راح لحد تانيه قال له طبعا ليك توبة بس يمشي من البلد دي اطلع روح بعيد في مكان تاني في نص صالحين راح اللي هو في الطريق مات فاختلفوا الملايكة والله يلاق ده راجل اتى المية نفس والملايكة بيقولوا لا ده يعني فريق تاني بيقول لا ده تاب توبة يعني اه نصوحة قرب يعلمونا بقى فكرة التقريب انه هو كان اقرب بذراع تقريبا للارض التانية فالله عز وجل يعني حرك الارض كده واقابل توبته وكان على الناس... يعني دخل الجنة او ربنا قبل توبته فانا مش فاهم صعäft فكرة ان حد يطلع يتعنطس كده و يقعد ويقول لك والله انت ملكش توبة طب يا عم خلاص الليں انتو بتكفروا الناس اقصى انتو بتطلعوا الناس من ملة بتطلعوا الناس من دين والله يعني يا عم الراجل قتل ملوش توبة الراجل سرق ملكش توبة مش فاهم والله یعني أنا أتفاهم أن الفتوى مش عايز أدخل في الدين الشيخ عصمت ليه ما في استفتونك ممكن يرد على القصة دي مع طارق يعني في أي حلقة لكن أنا بس بالعقل كده والمنطق وبالعلم الخفيف والضئيل والصغير جدا اللي عند الواحد يعني في الموضوع ده ما عرفش الحقيقة أنه هو شيخ ممكن يطلع ويقوم رازع فتوى أنه أنت ملكش فأملكش توبة ده أمر غريب جدا لكن الشيوخ عندنا دلوقتي زي ما قلت أصبحوا أحذية في قدم النظام بمناسبة حذاء الأنظمة بقى أو أحذية الأنظمة حذاء الأنظمة استنكر سرقات الكهرباء موقع الشروق نقل عنه هو بيقول 40 مليار جنيه تضيع على الدولة من يقبل على نفسه حرام أنت ياد يا حذاء الأنظمة بتقبل على نفسك الحرام ده أنت أديك ملوثة بالدماء المصريين وإنت كلك أصلا غرآن في دم المصريين اللي حرطت على أكله قالك تقبل على نفسك حرام قالك أن قيمة سرقة الكهرباء من 30 إلى 40 مليار بص بقى بدينا النخع بقى كل واحدة يخبط رقم يلا ما هو لو ما كانو سرقه ما كانش عندنا أزمة 40 مليار جنيه إذا كانوا هم محتاجين مش عارف مليار دولار ماشي قالك لو تم سداد المبلغ ده نفس كلام مصطفى مدبوله لما كانت هناك حاجة لزيادة أسعار شراحة الكهرباء آه بس هو رئيس الدولة ما قالش الكلام ده ما عليش يا جماعة ما هو أصلحنا ما عندناس ذاكرة سمك يعني هو مسيء الذكر قال أنا عشان أبط طلقت على الكهرباء لازم أغليها مش كده وقالك لازم أغليها ثلاث أضعاف وهو طلع مغليها عشر أضعاف من 2014 هو سيء الذكر لما طلع أتكلم على الكهرباء ما قالناش لي يا جماعة أنتوا بتسرقوها وأن التلاتين أربعين مليار دولهم الأزمة عشان أنتوا أفقين وكذبين ومضللين لأن أنتوا أعدتوا تدوروا على شماعة جديدة تلبسوا موضوع تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء ليها فاطلعتوا بموضوع التلاتين أربعين مليار طيب اليوم السابع الكهرباء تبدأ تطبيق غرامة 7% على المتأخرين عن سداد الفاتورة الشهرية قالك أنهم هيطبقوا الكلام ده على كل الشركات وهيرفعوا نسب التحصيل لتقليل حجم الخسائر وهيحافظوا على حق الدولة جميل جدا يبقى حق الدولة أن الناس تدفع الكهرباء حق الدولة أن الناس ما تسرقش الكهرباء وأن انتوا بتبلغوا عن بعض إحنا بقى في آخر كلام النهاردة قررنا نبلغ عن ناس تانية أنا النهاردة هو بقول أن أنا بأنفذ كلام ورغبة وطلب رئيس الحكومة مصطفى مدبولي أول رئيس وزراء يونس شلبي بيهز رأسه يا دكتور مصطفى حاضر بصفة مواطن مصري أنا بقول لسيادتك أنت اللي قلته إحنا ننفذه أول بلاغ لسيادتك عن ناس بتسرق الكهرباء أول بلاغ لسيادتك عن هيئات في الدولة لو بس تدفع الكهرباء مش هيكون عندنا مشاكل يا دكتور مصطفى ده فيه 600 ألف محضر اتحرروا خليهم 601 ألف النار ده وأنا بحرر محضر معك هون يا حذاء الأنظمة اللي قلت 3040 مليار تعال اشوف المليارات اللي الجماعة دول ما بيدفعوهاش